تعالوا نروح لخبر تاني عدد من الشباب قاموا بالاعتداء على مواطن مصري قبطي اسمه جورج فتحي حنة بدرب مبرح وبأسلحة بيضاء جورج عنده 37 سنة في منطقة المعصرة جنوب القاهرة بسبب خلاف مالي مع شقيقه تحول إلى مشاجرة استخدمه خلالها الأسلحة البيضاء التي تسببت فيه جروح بالوجه والرأس أدت لإجراء عملية جراحية و120 غرزة خياطة طبية للمجني عليه حيث نقل جورج المستشفى حلوان العام اللي أصدرت تقرير طبي أكدت فيه تعرض المجني عليه لجروح قطعية بفروة الرأس والوجه يستغرق علاجها أكتر من 21 يوم بشكر زميلي أنهم ما مزعوش الصور الصور بشعة الوش متقطع بشكل صعب جدا النيابة بتتابع وأعتقد أنه خلال يومين ممكن يكون معانا مدخلة لكن جورج وأسرته متحفزين عن الحديث عشان المرحلة الحرجة اللي هم فيها دلوقتي لأن النيابة بتتابع القضية